اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة دكتور أحمد سابت أهم الأرقام والإحصاءات ونقاط الضعف والقوة الخاصة بفريق النجم الساحل زكاً دكتور الحمد لله ببارك الحمد لله عودة جديدة لدوري أبطال إفريقيا إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة أولاً أخذ بس رأيك سريعاً جداً في تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة أولاً يعني في البداية طبعاً إن شاء الله تكون بداية خير للمباراة النهاردة للنادي الأهلي وتكون افتتاح كده بإذن الله خير للنادي الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتأكيد التشكيل النهاردة كابتن إسلام هو الرجل ده تشكيله اللي بدأ به منافس التشكيل بالزبط باستثناء وجود رمضان صبحي لأنه كان مريحه في المباراة اللي فاتت عشان كان بيلعب مع منتخب الشباب النهاردة بيبدأ به تشكيل النهاردة بيأكد أن الراجل ده فكره هجومي وده يعني ده حتى طبعه لما كان مع بازل السويسري يعني نفس الفكرة اللي كان بيلعب فيها لما كان بيدأسوري اندرلاخت البلجيكي كان نفس الفكرة بالزبط اللي كان بيلعب في مراحل النوك قوت كلها كان بيروح سواء زهاب أو إياب بيسجل أهداف فده واضح أن فكر فايلر أنه هو في كده هو بيلعب النهاردة رايح حاجة أسجل هدف سواء بقى هنكسع بقى هنخسر هو الراجل ده فكره وطبعه كله هجومي واضح جدا أن فايلر في التشكيلة هجومية وجود اتنين ارتكاس زي عمر السلية ومحمد مجدي أفشا مفيش واحد بيغلب عليه النكهة الدفاعية ده بتأكد أن الراجل ده يعتبر كورته هجومية 1 2 3 4 5 6 6 قدام هجوميين ويعتبر عمر السلية هو اللعب السادس هو اللي هيعمل عملية الكافرينج وراء أو عملية السكيرينينج وراء الخماسي الأمامي الهجومي فالتشكيلة طبعا فيها مغامرة نوعا ما هجومية ولكن المغامرة أعتقد أن المدرب مدرب هجومي فايلر وده أعتقد أنه مناسب لفكر وعالية النادي الأهلي وإن شاء الله المغامرة دي تنجح مغامرة فايلر طيب خلينا برضو نقول التشكيلة الرسمية للنجم الرياضي السحلي التونسي مقرب البديري وزياد بغطاس وصدام بن عزيزة وعمر كوناني ومرتادة بن ونناس ومهر الحنيشي وسليم بخانشوش ومالك بيميو وداروين وفراس بالعربي وكريم عريبي دي التشكيلة الرسمية للنجم الرياضي السحلي التونسي دي كانت في المباراة السابقة في المباراة الأخيرة حتى الآن لم يظهر التشكيل الرسمي للنجم الرياضي السحلي التونسي في البداية طبعا مباراة بين المدرسة أوروبية يعني المدرستين أوروبية سواء المدرسة السوسرية مع ريني فايلر أو المدرسة الأسبانية مع جريده جريده مش غريب على النادي الأهلي يعني طبعا كان ميسك النادي الأهلي حصل على بطولة الكونفدرالية حصل على السوبر يمكن فيه سبع لعيبة كمان من تشكيلة النادي الأهلي تدربوا تحت قيادة جريده وبصينا عليهم هلاقي رقم واحد موجود سعد سمير أكتر لعب لعب تحت قيادة جريده سعد سمير لعب 29 مشاركة حصام عشور لعب 26 مشاركة وليد سليمان 26 مشاركة شريف إكرامي 18 مشاركة رمضان صبحي 16 مشاركة محمد هاني 13 مشاركة أحمد فتحي مشاركة واحدة إذن الراجل ده عارف عنده خبرات كويسة بلعبة النادي الأهلي تحديدا فيه في التشكيلة الأساسية النهاردة وليد سليمان وفيه رمضان صبحي وفيه محمد هاني ثلاث لعبة يعني وليد سليمان لعب مع 26 مشاركة فيعلم كثيرا كدرات وليد سليمان جريده يمكن لو بصينا بقى على المقارنة ما بين الاتنين يمكن طبعا رنيه فايلر الراجل السويسري لعب مع النادي الأهلي 7 مباريات كسب السبعة ما تعادلش ولا مباراة ما اكسرش ولا مباراة جريده لسه متولي المهمة يوم 18 نوفمبر 2019 لعب مع النجم ومباراة واحدة كانت قدام التحاد بن كردان في الدور التونسي اتعادله واحد واحد ليه كانت المباراة الوحيدة طبعا انجازات جريده التدريبية ليه أربع ألقاب يمكن هو أخذ كاس السوبر مع النادي الأهلي 2014 أخذ الكونفدرالية مع النادي الأهلي 2013-2014 أخذ كاس المغرب مع الرجاء المغربي سنة 2016-2017 ومنها سعد إلى الكونفدرالية وحصل على لقب الكونفدرالية مع الرجاء المغربي 2017-2018 ريني فايلر الناحة الثانية طبعا انجازاته الدور البلجيكي مع اندرلاخت البلجيكي كاس السوبر مع اندرلاخت البلجيكي 2017-2018 كاس السوبر مع النادي الأهلي السنادي 2019-2020 ده بالنسبة للمقارنة سريعة كده ما بين الاتنين المدربين طيب خلينا نروح بقى للتشكيل المتوقع للسحيل الرياضي طبعا النهاردة النجم السحلي فيه فكري جريده قدامه أكتر من حل الغياب عندهم المدافع الأساسي وركيزة منتخة تونس صدام بن عزيزة بيغيب عنهم في التشكيلة يمكن هو كمان كان بيلعب في المباراة الأخيرة لمنتخة تونس المساك دولي يمكن هم عندهم الاتنين المساكين زياد بغطاس وصدام بن عزيزة الاتنين دوليين فغياب المدافع صدام بن عزيزة هيعمل مشاكل بإذن الله كتيرة لفريق النجم السحلي فعند جريده ليه ما عندهش البديل الكف فممكن يعني هو طريقة لعب جريده دايما بيلعب بيه خمسة طريقة النجم السحلي خمسة أربعة واحد تلاتة تلاتة مدافعين فهو النهاردة بيغيب المدافع اليمين اللي هو صدام بن عزيزة فقدامه حل من الاتنين ما فيش تالت ليهم يعني ياما يبدأ بعمار الجمل اللي هو المساك الاحتياطي اللي هو 32 سنة وده كان موجود أيام الجيل بتاع حضرتك اللي هو 2000 لما أخدوا الدورة بطال أفريقيا من ساعته هو بيلعب عمار الجمل اللي هو المساك ده ممكن يبدأ به اللي هو عنده 32 سنة جنب زياد بغطاس بالمناسبة زياد بغطاس الليبرو طوله 193 لعيد طويل القامة لعيد دولي في منتخة تونس المساك التالت محمد كناتي من مالي وده طبعا منتقل من نهضة بركان المجربي وكان أخذ أفضل مدافع صاعد في الدور المجربي طوله 191 عنده 27 سنة فدول التلات مساكين اللي هم حيعوضوا غياب صدام بن عزيزة يا إما الحل التاني إنه هو يكتفي باثنين بس ويلعب بارتكاس تالت يعني هو طريته المعتدى تلاتة فعنده النهاردة صدام بن عزيزة مش موجود أيو فإما صدام بن عزيزة ده حيدخل مكانه عمار الجمل اللي هو المساك اليمين يا إما يغير طريقة اللعب خالص ويلعب 4-2-3-1 بدل 4-3-2-1 بدل اللي هو 2 ارتكاز وبدل 3 مدفعين يخليها 4-3-2-1 ويدخل ملك بعيو كارتكاس تالت فوسط الملعب فدي الفكر بتاع جريده النهاردة أو الترشيحات للتشكيلة بسبب غياب صدام بن عزيزة حيفرق معهم وحيبقى في بطء رهيب في دفاع النجم السحلي ونقدر إن شاء الله نستغله بسرعات رمضان بسرعات أجايه بسرعات وليد سليمان بسرعات حسين الشحات مهمة جدا ده لو بصنا على بقى التشكيل مرتضى بن ونناس ده الباكليفت واحد من هدفين فرقة النجم السحلي رغم إن هو باك شمال متخصص لعب ضربات الجزاء عنده 25 سنة منتقل من نادي البنزيرة التونسي الباك اليمين مهر الحناشي عنده 35 سنة ومهر الحناشي أحيانا بيلعب جناح يمين يعني هو مش باك بس ممكن يحطه كجناح يمين ويدخل وجد كشريدة وجد كشريدة هو الظاهير الأيمن الأساسي برضو من اللعاب الأساسي في منتقل تونس فلو وجد كشريدة بقى له شهر ما بيلعبش فهل لو هو جاهز حيبدأ به ويدخل مهر الحناشي يحوله كجناح هي دي الاحتمالات يعني النهاردة مهر الحناشي هو اللي بيلعب الفترة الأخيرة لأنه نتيجة إصابة وجد كشريدة وجد كشريدة لو جاهز النهاردة ممكن يبدأ به ويقعد مهر الحناشي أصلا احتياطي أو يحطه كجناح يمين أو يدخله ارتكاز ثالث عنده حلول كتير برضو جريده الاثنين اللي ارتكاز سليم بخنشوش بخنشوش ده من الجزائر عنده 28 سنة برضو واحد يعني كان أخذ أفضل لعب في الشهر في الدوري كان بينافس عليها الشهر اللي فده على طول اللي هو سليم بخنشوش رقم 25 في النجم الساحلي بيلعب جنبه محمد المسناسي وده قادم من القادسية السعودي عنده 27 سنة اتنين ارتكاز التلاتة اللي قدام أخر تلاتة لعبه في آخر مباراة كان حزم الحج حسن حزم الحج حسن ده جناحينين قبل ما نكمل كلامنا في إطار هذا الموضوع خلينا نروح لزاملنا كريم أحمد من تونس يقول لنا آخر أخبار وأجواء وكواليس من قبل مباراة النادي الأهلي ونادي النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في دوري المجموعات دور الستاشر كريم إزاي طب الإسلام كل بتاعيليك وكل مشاهدين كل جمهور النبي الأهلي في اللحظات اللحظات اللي أبطال إفريقيا كبت الإسلام لسه وقليه مستاذ برادس يعني لسه كمان اللعيبة داخل الملعب إن شاء الله بإذن الله يعني ثمانياتنا بتوفير إن شاء الله ثلاث خطات أولى مباريات دون المجموعات تكون من نصبنا كل الأجواء إن شاء الله كبت الإسلام مع الحالة اللي إحنا أذكرنا عليها أمس ومع الجشكيل كمان لكي حالك قلته وإذكرنا على وجود رامي ربيعة اللي إسرار كبير وكان ليه دور كبير إن هو يكون متواجب إسراره وجديته في التدريب سواء أمس أو أيضا كمان في فندق الإقامة الأجواء تأمين كان على أعلى مستوى حتى قدير لحظة مدرد بوصنة إلى الإنساب أكثر من خلص أكتب عربات بتأمين من فندق الإقامة بصور مانا بمجل الجبع الرئيس اللي بيعس عدو مجل التدريب اللي بيعس نسى بشكل كبير جدا وجود الجماهير خصوصنا ومدرد رقم 11 لوجود جمهور النادي الآلي وأيضا كمان البطول كان الأول بيئة البطورات بالنسبة لجمهور النادي الآلي لكن بعد التأكيد من الكاف وبنسبة لنادي النجم في تذاكر السبعة ليه جمهور النادي الآلي وأيضا كمان الأيضاء الخاصة بيس الإعلاميين التشكيل زي ما أنت قلت في الإعلام بس ممكن طبعا ده كان من الكاف النسادة بحثين قبل وصولهم إلى فندو الإصام نستمتذرين القائمة بالكامل الأربعة اللي يكون وكارج القائمة الاحتياطي قولي بان شاء الله قد تستمت كل اللحظات تكون مع عدو وإذن الله لكن احنا بقلي على الأستاذ لكن لسه تكير شيء نادي الأهلي وبالتالي التشكيل اللي أنت بتقوله ده لم يظهر رسميا حتى الآن التشكيل اللي أنت هناك تشكيل الرسمي لكن الورقة بالكامل فالكامل أو لربع القصين ما دي مفارج للطائرة لن يظهر لكن التشكيل اللي أنت تشكيل اللي يكون بها مادئ أهلي هذه المجارة ناكت تشكيل الدين بالتصلاق مرمضان محسن هيكون رمضان صبح مكان مرام طيب قلنا أجواء الأستاذ هل الجمهور وصل نحن عارفين أن الجمهور التوانسة بيجي قبل المباراة بنصف ساعة ولا ساعة لكن هل الجمهور متواجد عدد الجماهير الصحف في تونس ماذا قالت النهاردة واخدين المباراة ازاي يعني مكلمنا في هذه الأمور ممكن أكيد نحتمام إعلام كبير جدا زي ما أكدنا في عدد زي من الجمهور نحن نسا يمكن خارج البوضات الخاصة لأستاذ رادس مجرد وصلنا 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 دوها يكون العدد معاك لكن من الصوت اللي احنا شايفنا في الإسلام العدد مش كبير الجمهور اللي جيد مستحالي وده اللي احنا وانا عليه ان مباراة رادس بعيد المسافة شوية من الصوت لكن عدد الجمهور من الصوت المجرد بخارج الساد رادس يعني نقدر نقول العدد مش كبير نقدر نقول يعني الفة أو السيدة كانش عايزة أقول رقم كبير إلا مستحالي الساد الأجواء هنا في حضور أمني وفي ترشيف أمني تبتيش في العدد أنه لجانب الخلفي احنا انتظرنا كبتنا سلام يعني بجوض جدرات تبتيش رحانا الجانب السلس يجرر خاص بالإعلاميين ويجرر خاص في الجانوير إن شاء الله كبير ربنا يكمل على التحيج ويكون المباراة كل نرجع ثلاث خاص هيتقعدون على شكل وكبير ويكون الأجواء معك الأربعة اللي يكون خارج الزكور شيء أعيد الأحيان أنا أشكرك يا كريم لأنه أنا عايزك بس لما تخش إن شاء الله جوه الأستاذ ونقدر نتكلم معكم نتواصل ونعرف عدد الجمهور نعرف حالة الملعب نعرف كل ما يخص وأجواء هذه المباراة ومن خارج القائمة إذن كعادة قناة النادي الأهلي بينا نفرد بتشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة محمد الشناوي في حراسة المرمة محمد هاني نحية اليمين ثم اتنين قلبي دفاع وهم رامي ربيعة وأيمن أشرف وعمر السلية ومن أمامه أو جنبه مجدي أفشة ووليد سليمان وعلى الشمال رمضان صبح وعلى اليمين حسين الشحات وفي الأمام جونيور أجيه اختلاف وحيد عن تشكيلة مباراة الجونة اللي كان فيها مروان محسن وأجيه كان بيلعب نحية الشمال إذن دلوقتي مروان محسن سيكون على دكة البودلاء ولسه بقى هنقول لحضراتكم من سيكون على دكة البودلاء ومن سيكون خارج دكة البودلاء طيب نكمل كلامنا دكتور أحمد التلاتة اللي قدام طبعا حزم الحج حسن ده كان بيلعب فيه بوردو الفرنسي اللي هو الجناح اليمين رقم 22 النحية التانية داروين جونزاليس ده من فنزويلا ده هو الجناح الشمال رقم 11 عنده 28 سنة وقدام المهاجم الخطير وأخطر لعب في الفرقة كريم العريبي المهاجم من الجزائر وهدف في الدوري فده هدف خطير جدا وكمان فيه في الاحتياطي فراص بالعربي فراص بالعربي بيشبه كده اللعب أيمن حفني لعب نادي الزمالك بلعب بقادم اليسرى لعب حريف مهاري برضو ممكن يكون مفاجأة لنا النهاردة واحد زي فراص بالعربي يكون عاملين حسابنا عليه انه سواء بدأ او حتى في الشوت التاني يمكن اول حاجة معنا هنبص عليها طيب خلينا نروح لمقارنة ما بين لعب خمس مشاركات في الدوري سجل هدف صنع هدف لعب في دوري ابطال افريقيا طبعا اول مباراتين بتوال 64 ما بيتحسبوش ويتحسب اتنين اتنين مشاركتين اللي هم بتوال 32 مسجل فيهم هدفين ومسجل خمسة قبل كده في الدوري التمهيلي يعني جايب سبع اهداف في دوري ابطال افريقيا برضو جونيور اجاي لعب اربع مشاركات في الدوري مسجل هدفين صنع هدف لعب مشاركة واحدة في دوري ابطال افريقيا واحرز هدف واحد يمكن لو بصينا على شكل التنظيم الهجومي بقى بتاعهم بتاع فرقة النجم السحلي ازاي هم يعني ازاي خطورة المهاجم كريم العريبي لو بصينا على الفيديو هم بص نلاقي ازاي ده تحليل بالفيديو الفرقة النجم السحلي ازاي هم التنظيم الهجومي بتاعهم ده اول حاجة بص حدقك هتلاقي نرجع بس من الاول بيعمل اوفرلاب في المكان الفاضي الجملة دي هنشوفها كتير جدا النهاردة في جابة علي معلول طبعا هي تقطعت رحت كمان هناك للنحة التانية الجنزالس الجنزالس اللي معاك كورة دوت اللي هو على الدائرة بيشوت ده الجناح الفنزويلي الكورة اللي بعدها برضو هنلاقي نفس الفكرة بص مين اللي هيستلم نوقف هنا ثانية واحدة مين اللي هيستلم ده ده كريم العريبي كريم العريبي ده المهاجم نازل عشان ياخد مع المدافع اللي هو الأفريكي في ظهره ويفضل المساحات في ظهره الوراء اهو نفس الفكرة مين اللي هيطع بقى الجناحين يعني بص الدائرة حضرتك نوقف هنا ثانية واحدة بص مين اللي قطعين الاتنين الجناحين اللي هو اللي على يمين وعى الشمال فده فكر واضح من جريده ان المهاجم هيسقط والجناحين هيخشوا في الدائرة الفاضية دي اللي هي فيها مين اللي هم الجناحين اللي هو ماهر الحج حسن الحزم الحج حسن وجنزالس اللي اتنين نكمل نبص حنلاقه الاتنين قطعين لجوه في العمق اهو هنبص مين اللي استلامها جنزالس اللي هو الفنزويلي دخل وقطع وجاب جون ده اخر هدف لهم في الدوري فواضح ان ده فكر جريده ان كريم العريبي بيسقط نبص برضه على الفيديو بتاع كريم العريبي خطورة المهاجم كريم العريبي الفيديو اللي بعد كده ازاي هم طبعا هم بيلعبوا بتلاتة وراء زي ما قلنا بيلعبوا بخمسة اربعة واحد فطبعا الطريقة دي ازاي طريقة كابتن شوي غريب كده مع المنتخب بتعتمد على ايه بتعتمد على الاطراف لازم عرضيات من الجنبين عشان مهاجم زي كريم العريبي ده ده برضو دي واحدة اللي مهر الحج حسن بيدخل العمق وبيشوت اللي بعدها على طول هنلاقي كريم العريبي مهمة جدا اهي بص حدق دي عرضية بص مهر الحناشي بيلعب للجناح الجناح المرة دي قطع للطرف بيعمل العرضية المين لكريم العريبي مميز جدا 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 بضربات الراس لازم رامي ربيعة وايمن اشرف يكونوا واخدين بالهم جدا من المهاجم كريم العريبي المميز جدا بضربات الراس واحد من افضل المهاجمين في الدوري وده على فكرة فرق غيابه الموسم الماضي عن مواجهة نادي الزمالك اللي هو كان اخذ كارت احمر في المباراة اللي قبلها فمهاجم شارس مهاجم مميز جدا بيه ده اخطر لعب عندهم اللي هو رقم تسعة اللي قدامنا على الشاشة الفيديو اللي بعضه برضه نفس الكورة ونفس اللعبة بيعتمدوا على الاطراف اختراق من الاطراف يهما جناح وزهير هيعمل اوفرلاب يهما كورة عرضية ليه الباك ده شكل التنظيم الهجومي بتاع النجم السحيلي اهو بص عرضية طب بالراس على طول للمهاجم اللي هو مين كريم العريبي ده اللي لعب الكورة 19 مهير الحناشي ايه اللي احنا قلنا النهاردة ممكن كمان ما يبدأش ويبدأ العجزة واجد كشريدة واجد كشريدة ده ظهير ايمن منتخب تون اهي دي برضه نفس الفكرة مين اللي عملله العرضية اللي عملله العرضية اللي هو فراس بالعربي اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو ممكن ينزل الشوت التاني اللي هو شبه ايمن حفني اللي هو بيلعب بقدم اليسرى اللي هو اسمه بالعربي ده لعيب برضو مميز ومميز بالرأسية بالعرضيات بيلعبها على طول ليه؟ على رأس كريم العريبي واحد من أفضل المهاجمين اللي بيلعبوا بضربات الرأس فنخلي بالنا النهاردة من الكرات العرضية دي فيديوهات بتوضح شكل التنظيم الهجومي للفرق بص عليك كريم العريبي بيسجيلها جول يبقى من كلا الأطراف من كلا الطرفين هل النهاردة جريد وممكن يفاجئنا بحيث ان انت عندك صدام بن عزيزي زي ما قلنا مش موجود فمش شرط ان هو يبدأ بخمسة وراء ممكن يغير اصلا ويلعب باربعة ويكتفي بمحمد كناتي وزياد بغطاس ويلعب باربعة ويدخل مالك بعيو عنده لعب اسمه مالك بعيو ده ارتكاز يدخله كارتكاز ثالث زي مثلا حسام عشور عندنا يدخله كارتكاز ثالث ويلعب أربعة تلاتة اتنين واحد بدل خمسة تلاتة اتنين حسين الشحات وحزم الحج حسن المركزين الجناح اليمين والجناح اليمين حسين الشحات ده 27 سنة حزم الحج حسن ده 23 سنة وكان واحد من المواهب في تونس احترف في بوردو الفرنسي وكان بيدربه ثاني المدرب بايران ميونخ او لعب بايران ميونخ السابق لعب ستة مشاركات السنة دي حزم الحج حسن ما جابش ولا هدف ولكن هو يعتبر محطة مهمة جدا يعني الارقام دي قبل وجود جريده ولكن مع وجود جريده واضح انه محطة مهمة جدا ناحية اليمين في المساحات اللي وراء علي معلول الناحية التانية حسين الشحات حسين الشحات لعب أربع مشاركات في الدوري مسجل تلاتة تلات مباراة على التوالي الأخيرة وصنع هدف طبعا حسين الشحات بيمر في فترة التواهج واعتقد النهاردة ممكن يكون حل مهم جدا للنادي الأهلي من الحلول في البطء الواضح اللي عندهم في خط الدفاع نروح بقى لمقارنة الجناح الأيصر رمضان صبحي وداروين لعب الفنزويلي لعب نادي النجم ساحي يمكن جونزالس رقم 11 ده اللي ممكن يبدأ وممكن اللي هو بالعرب يبدأ مكانه واحد فيهم الجناح الفنزويلي ده اللي لسه مسجل هدف اللي احنا لسه عرضينه يمكن هو لعب خمس مشاركات في الدوري أحرز هدف صنع هدف في دورة طال أفريقيا في المباراتين في دولة 32 لعب مباراتين عنده أسست رمضان طبعا لعب أربع مشاركات في الدوري أحرز ثلاث أهداف صنع هدف واحد وفي دورة أبطال أفريقيا في المبارات اللي يابتاعت ال32 لعب مشاركة واحدة مصنعش ولا هدف ده يمكن المقارنة برضو ما بين رمضان وما بين جونزالس مقارنة تانية ما بين الظهير الأيصر للنادي الأهلي واحد من النجوم ومفاتيح النادي الأهلي علي معلول وأيضا مرتضى بن والناس ظهير أيصر النجم الساحي هنبص على رقم علي معلول في حاجة ومرتضى بن والناس في حاجة رغم أن الاثنين باكلفت إلا أن علي معلول في الدوري لعب أربع مشاركات عنده ثلاثة أسست مع النادي الأهلي فده مكينة أسستات مكينة خطورة واضحة للنادي الأهلي وعنده 61 مباراة دولية رقم كبير جدا لعلي معلول طبعا نحية التانية هو قائد منتخب تونس نحية التانية مرتضى بن والناس عنده رقم مميز إنه هو هداف النجم الساحلي في الدوري رغم أنه باكلفت عنده أربع أهداف مسجل أربع أهداف فده رقم برضه بيأكد ومنهم ضربتين أو ثلاثة ضربات جزاء فده بيأكد أنه عنده حسية كواسة ودايما بيلعبها على يمين الحارس أيوه يعني ضربات الجزاء المرتضى بن والناس لو لقدر الله يتحسب علينا هتلاقي لعبها على يمين محمد الشناوي ده المكان المفضل لي عدل المشاركات الدولية ما بين الاثنين ده علي معلول 61 مشاركة طبعا ومرتضى مشاركتين واضح أن علي معلول طبعا هو الباك الشمال الأساسي في منتخب تونس مرتضى بن والناس حتى ما بيتمش استدعاهه كتير أيمن بن محمد برضو موجود هو اللي بيكون بديل علي معلول في ناحية الباك الأيسر طيب كنروح بقى لمقارنة أخيرة ما بين حارسي مرمى سواء النادي الأهلي أو النجم الساحلي محمد الشناوي أشرف كرير حارس مرمى نجم الساحلي يمكن محمد الشناوي طوله 191 أشرف كرير طوله 187 محمد الشناوي 3 كلين شيت الموسم ده من 4 مباريات لكن أشرف كرير 3 كلين شيت من 6 مباريات واستقبلت شباكه 4 أهداف محمد الشناوي استقبل شباكه هدف 1 بس ولعب 18 مباراة دولية مقابل أشرف كرير ملوش ولا مباراة دولية طيب نروح بقى للمقارنة الأخيرة قبل ما نستقبل ديوفنا مقارنة محمد هاني ومهر الحناشي يمكن المقارنة ده الباكي اليمين هنا وهنا قبل ما نروح نروح لزابيلنا كريم أحمد نعرف منه آخر الأخبار كريم متفضل بجد استحقينيك يا كابتن إسلام قبل ما أكلمك على حضور الجنور اللي بكر لك يا كابتن إسلام عدد صليل جدا يعني اللي احنا شايفين لا تجاوز ألف مشجع من مشجع بس خلي بالك يا كريم يعني بمعرفتنا السابقة التوانسة دايما بيجوا قبل المباراة بنص ساعة ولا حاجة أنا عارف يا كابتن إسلام بس يعني الانتباع اللي احنا شايفينه خارج الأستاذ الأستاذ خودي جدا مفيش أي تكبسات مفيش أي تجمعات بن الجمهير تدول ان فيه يعني متأسفة منتظرة بعد ان هي تخدش انت عارف الجمهير بتحاول ان هي كل المجموعة لكن حتى اللحظة دي العدد صليل جدا بالنسبة لجمهور النجمة اللي استحلي لكن عايزة أقولك ان الأرباع اللي خرجوا بره للقائمة بالنسبة لي المباراة اليوم أو قائمة اليوم خرج منها القائمة علي نطفي جرالدو مروان محسن ومحمود وحيد يتبقى طبعا فيه 22 اللي كانت قائمة قبارات اليوم لاحياته هاتفون شريك ترامي وليد أثارو أحمد الشيخ عليو بيانج أحمد فاتحي وصام عشور وياسر إبراهيش حتى دي اللحظة يعني بيتواصل بعض من جمهير النجمة العالية تشجع طبعا اللي تم الإصطاف عليهم يعني في بعض الجمهير كده طبعا ضد أعلام مصر إن شاء الله كافة الإسلام يعني تعوض كل جمهور لنادي الآله إذن الله لعرفنا دلوقتي كل حضرات الله أنا أتكلمك فيها أصبأ أرضية الملعب يليقص أرضية الملعب بالكامل إن شاء الله كافة الإسلام مبارك لنادي الآله ومبارك لكل جمهور الندي الآله بعد هذه المباراة كل التوفيق يا كريم الأجواء عاملة زي الجو عاملة زي كريم الجو هاي لك أصبأ الإسلام يعني نبدي الأيام اللي فاتت في اليوم المباراة يكون ما فيش فرودة ما فيش هو جامس جو رائع جدا جو كروي يعني الحمد لله كل الأمور صلحنا إن شاء الله بإذن الله يعني السفر الكبير اللي إحنا بنأكد عليها كل مرة الإسلامة نعكد على اللعبين السركيز الحماس شهكية الندي الأهلي كل ده النهاردة نستمع نحن نشوفه وارضية الملعب وربنا يكلل المجهود كل اللعيبة ويكلل المجهود الجهاز يستنى إن شاء الله بالفوض يكون أول 3 قط من نصيب الندي الأهلي كل التوفيق يا كريم وإذا جد جديد إحنا موجودين معاك على التليفون مباشرة وكل جمهور الندي الأهلي ينتظر إيه اللي بيحصل في ملعب المباراة طيب آخر مقارنة ما بين محمد هاني ومهر الحناشي مهر محمد هاني طبعا 23 سنة مهر الحناشي 35 سنة كبير يمكن هو عنده أسست واحد الموسم ده محمد هاني طبعا ما عندهش ولا أسست ومحرصه ولا هدف في الموسم ده لسه فهو حصل على كارت أصفر مقابل مهر الحناشي ولا كارت أصفر فيه بس حاجة أخيرة يمكن الفيديو بتاع التنظيم الدفاع هنشوف بس شكل التنظيم الدفاعي لفرقة النجم الساحلي إزاي هم بيقفوا هنبص نلاقي بص حدك نوقف الفيديو هنا ثواني بص هم بيقفوا خمسة أربعة واحد ده الفكرة اللي هم هيلعبوا بها النهاردة قدامنا نفس فكري جريده المساحات قريبة جدا الخطوط التلاتة متقربة نماشي هنبص نلاقي هوا خمسة وراء عندهم مساحات سهلة جدا إن انت تعمل تمرير طول في ظهر المدافعين لأجاي أو من خلال محمد مجدي أفشا من خلال رمضان أعتقد أن نفس الفكر بالزبط أو ده برضو صورة تانية بتوضح التنظيم الدفاعي الخمسة اللي وراء الأربعة اللي قدامهم وخمسة أربعة واحد والتمرير الطولي سهل جدا انت تضربهم بص حدك كوناتي بيعمل ايه ده المدافع سهل جدا ده عشوائية جدا واضحة اتلعبت في ظهر الباك اليمين مهر الحناشي مميز هجوميا ولكن ضعيف على المستوى الدفاعي في الارتداد فدي تقدر النهاردة رمضان صبحي يعني أعتقد أنه لو غامر ولعب بمهر الحناشي أعتقد رمضان صبحي هيتعبه هيتسبب له مشاكل كتير دي واضحة برضو دي في نقطة مهمة جدا الدربات السابتة هم مضعف فيها في اللي عليهم لكن اللي ليهم مميزين فيها مميزين فيها جدا لكن اللي عليهم برضو هيبص حدك دي أكتر من كورة الهدفين اللي جابوا كوتوكو لغاني جابوهم فيها واحدة ضربة ركنية واحدة ضربة سابتة إذن النهاردة الضربات السابتة حل مهم جدا للنادي الأهلي ولكن سلاح مهم جدا برضو للنجم الساحلي لأنهم مميزين جدا عندهم كونتي عندهم زياد بغطاس مدافعين مميزين جدا بضربات الرأس طيب نتباني يا رب إن شاء الله التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة أنا بشكر حالك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة شكرا يا كابتن الإسلام بالتوفيق لنادي الأهلي إن شاء الله يا رب بكل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنلتقي بتلاتة من نجمنا الكبار النجم الكبير الكابتن محمد حشيش النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن النجم الكبير الكابتن أسامة حسني إن شاء الله نتكلم أكتر عن النواحي الفنية لهذه المباراة ورأيهم في التشكيل سواء النجم الساحلي أو النادي الأهلي بعد هذا الفاصل ولكن قبل الفاصل خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقب التحكيم لهذه المباراة وبعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار